اشتركوا في القناة من الشاشة الرئيسية لتطبيق HP Smart، اختر مربع المسح الضوئي. إذا اخترت خيار المسح الضوئي لأول مرة، ستظهر نافذة البدء. اختر بدء التشغيل للانتقال إلى نافذة المسح الضوئي. بعد ذلك، اختر مسح المستند أو الصورة، ثم حدد موقعه على الكمبيوتر. لتعديل المستند أو الصورة، استخدم نافذة ضبط الحدود. انقر على إحدى النقاط الزرقاء مع السحب لضبط الحدود يدوياً، ومن ثم اختر تطبيق. ستظهر نافذة معاينة، يمكنك إضافة صفحة أخرى للملف الذي قمت بمسحه ضوئياً. تغيير ترتيب صفحات ملف ممسوح متعدد الصفحات، تغيير اسم الملف أو نوعه، أو تعديل الملف الممسوح. عند الانتهاء من عمليات التحرير أو الإضافات، اختر تم. على الجانب السفلي الأيمن من النافذة، تتوفر مجموعة من الخيارات بما في ذلك طباعة، وحفظ، ومشاركة، والمهام الذكية، والفاكس. اختر حفظ لحفظ الملف الممسوح ضوئياً في مجلد على الكمبيوتر. اختر مشاركة لإرسال الملف عبر البريد الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي أو تحميله إلى حساب تخزين انسحابي. بعد حفظ الملف أو مشاركته، اختر موافق. انقر على تبويب قوائم التشغيل في يوتيوب للعثور على فيديوهات HP بلغات أخرى. وابحث في قناتنا للعثور على فيديوهات الدعم الرسمية من HP. ترجمة نانسي قنقر